كانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سلعا فطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا كانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سلعا فطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا السلام عليكم ورحمة الله من الصحابة اللي تركوا لنا آثار جميلة جدا عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا سيدنا ثمامة ابن أثال رضي الله عنه سيدنا ثمامة ابن أثال كان سيدا من سادات بني حنيفة وكان ملكا من ملوك اليمامة وكان سيدا مطاعا معظما في قومه والنبي صلى الله عليه وسلم راسله وطلب منه أن يدخل في الإسلام فأبى ورفض بل وانقلب الأمر معه إلى عداء شديد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه وكان ثمامة لا تلوح له فرصة يستطيع من خلالها أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يؤذي أحدا من أصحابه إلا استعلاها حتى أنه قتل عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر في بعض كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه وفي يوم من الأيام ثمامة بن أثال كان بيستعد ليخرج إلى العمرة في مكة وبالفعل خرج ثمامة وفي نفس التوقيت النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل بعض أصحابه في سرية قبل نجد وهم في الطريق قابلوا ثمامة فأسروا وعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم أسروا أحدا من المشركين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه أو أن يربطوه في سارية من سوار المسجد فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه فقال أتدرون من أسرتم هذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسنوا ليه وأن يقدموا ليه الطعام فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو يومين على هذا الأمر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدف من أنه يتأخر عن الذهاب لثمامة بن أثال النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز ثمامة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يرى نبي صلى الله عليه وسلم ويرى أصحابه وهم يتعاملون مع بعضهم البعض يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يسمع قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الموضوع ده لا بد هو يكون لأثر في نفسه transmامه رضي الله عنه وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثمامه بعد يومين فقال له ما عندك يا ثمامة يعني أنت تظن أنا هعمل فيك أيه طبعا ثمامة كان عارفه أعمل أيه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم يعني انت لو أمرت بقتلي فأنت محق في هذا لأنني قد قتلت من أصحابك وإن تنعم تنعم على شاكر لو أنعمت علي بإطلاق صراحي فأنا سأحفظ لك هذا الجميل وسأشكره لك وإن تريد المال تعطى لو أنت عاوز تطلق صراحي في مقابل المال فالفلوسة التي عاوزها ستفحها لك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وتركه وعاد إليه بعد يوم يعني فوت يوم نفسه لهم وراجع له بعدها بيوم وطبعا نفسه لهم كان بيطور المدة علشان ثمامة يبصر كيف يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكيف يتعامل صحابه مع بعضهم البعض نفسه لم يريد منه أن يرى أخلاق المسلمين وده هو في المسجد بقى حيسمع الصلاة وحيسمع القرآن وشوف المسلمين بتعاملوا ازاي فلابد أن يكون لهذا أثر في نفس ثمامة وما توقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بالفعل ثمامة بدأ يتغير نفسه لما جاءه في اليوم الذي بعده أو في اليوم الذي بعده قال له ما عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير المرة الفاتت بدأ كان يتوقع أعلى حاجة كان يتوقع أن الناس سلم سيقتله فلما ثمامة شفت عملية النبي صلى الله عليه وسلم وشفت عملية الصحابة التوقع بتعود غير يعني التوقع بتعود غير فظن الأحسن بالنسبة له فقال عندي يا محمد خير وبدأ بإيه بقى قال إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم في المرة اللي فاتت كان بقالي الأول إيه إن تقتل تقتل ذا دم لأنه كان بيتوقع أن يسعى سلم سيقتله لكن لما شاف النبي بقى بيتعامل وشاف الصحابة بيتعاملهم مع بعض وسمع القرآن وشاف صلاة المسلمين نفسته هادت خالص وتوقع أنه سيعفى عنه أو أنه لن يقتل فقال عندي يا محمد خير إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد المال تعطى فتركه أن يسعى سلم ولم يرد عليه ثم جاءه أن يسعى سلم في اليوم الذي بعده وقال ما عندك يا ثمامة تظن أن أنا أعمل فيك إيه فقال له ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد المال تعطى فنظر أن يسعى سلم إلى أصحابه وقال لهم أطلق ثمامة أصحابه طبعا تعجبه أطلق ثمامة خلاص كده ببساطة كده لكن أن يسعى سلم يعلم ما يفعل صلى الله عليه وسلم حسن نفسي ثمما اتغيرت وحس ان قناعة اتغيرت وبالفعل كان ما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ثمامة بن أثال انطلق ثمامة وخرج من المسجد حتى اتى نخلا قريبا من المسجد فاغتسل ثم عاد الى المسجد وقال على مشهد من الصحابة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم قال يا محمد والله ما كان وجه ابغض الي من وجهك وقد اصبح وجهك احب الوجوه الي وما كان دين ابغض الي من دينك وقد اصبح دينك احب الدين الي وما كان بلد ابغض الي من بلدك وقد اصبح بلدك احب البلاد الي تغير تام حصل لثمامة بن أثال رجل الله عنه وده بسبب تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وده يعلمنا جماعة ان الانسان يرى الناس منه المعاملة الحسنة يرى الناس منه الاخلاق الحسنة في ناس بتقعد تتكلم تتكلم ولا ترى منها الخير في افعالها ولا ترى اثر هذا الكلام في افعالها وفي سلوكياتها ولذلك كما قال القائل ان نصيحة يأخذها الناشئ بالمثال خير من الف نصيحة بالمقال اوعظ النصح ان تنصح بافعالك النصح بالاقوال جميل جدا لكن النصح بالافعال اقوى منه وابلغ منه فثمامة بن أثال تأثرا كبيرا بما رأاه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمهوش عن الاسلام وما كلمهوش عن تفاصيل الاسلام ولا حد من الصحابة يكلمه عن الاسلام ولا عن تفاصيل الاسلام إنما النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمامة يرى الإسلام في تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعاملات الصحابة فكان له الأثر الأكبر في تغير نفسية ثمامة ابن أثار رضي الله عنه وتغير الصورة المشوهة التي وصلت لثمامة عن الإسلام وعن المسلمين فثمامة تغير بنسبة 180 درجة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن خيلك قد أخذتني وأنا أريد العمرة إن خيلك قد أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا أفعل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم عمرته ولكن على شريعة الله سبحانه وتعالى لا على شريعة المشركين وخرج ثمامة حتى إذا أتى بطن مكة وصل بقى مكة دخلها ملبيا رافعا صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك المشركين طبعا كانوا يقعدين بقى في النوادي بتاعتهم في المجالس فلما سمعوا واحد بيقول هذه الكلمات قاموا مزعورين من الذي يقول هذه الكلمات ومن يجرى على أن يقولها بين أظهرنا وأمام آلهتنا فقاموا كل واحد منهم إلى سيفه كل مريد أن يقتل هذا الذي يقول هذه التلبية فلما اقتربوا منه وجدوه ثمامة ابن أثال فهم شاب منهم أن يقتله فمنعه الآخر وقالوا له ويحك أتذل من ستقتل إنه ثمامة ابن أثال ملك اليمامة وسيد بني حنيفة فإن فعلت ذلك فوالله لا تأتينا الميرة الميرة اللي هو الزاد والطعام وكانت قريش بتعتمد على اليمامة اعتماد كل في جلب الحنطة في النماء يأخذ منه بالحنطة اللي هو القمح فلو قتلوا ثمامة ابن أثال يبقى إن سبعه ما فيش ولا حنطة ولا أي حاجة تصله من اليمامة فغيروا لغة الحوار قالوا له أصبوت يا ثمامة قال لا ما أصبوت ولكني أسلمت لله رب العالمين واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم ووالله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقولوا ما أزياد على كده كمان ما فيش ولا حبة قمحة تدخلكم إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفعل منع ثمامة رضي الله عنه القمحة عن أهل مكة حتى يعني أصابهم ذلك بشدة شديدة جدا في العيش حتى رسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في أن يأخذ الميرة مرة أخرى من اليمامة وأن يأمر ثمامة بأن يوصل إليهم ما كان يوصله لهم من القمح فكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بن أثال وطلب منه أن يأذن في أن تعود الحنطة مرة أخرى إلى قريش وبالفعل أذن ثمامة وعادت الحنطة إلى قريش مرة أخرى بعدما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سبحان الله العظيم تحول رهيب في حياة سيدنا ثمامة بن أثال بسبب النصيحة بالفعال فانصح الناس بفعلك وانصح الناس بأخلاقك فإن لهذا أكبر وأبلغ الأثر في قبول الحق وفي تغير النفوس رضي الله عن ثمامة بن أثال ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين تركوا لنا آثارا عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا أباتا تغربا أهل العطاء أهل البناء الفاتحونا نجبا كن مثلما كانوا لنا ضوءا وغيثا صيبا افخر بهم إذ غيرنا كم عشى فيهم نجبا كانوا هنا ملا